موسيقى بزيكو شباب عاملين يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هو موضوع DIC اللي هو اللي هو اختصار بتاعه اللي هو DIC هو موضوع مهم جدا وللأمانة هم في التب ستكونوا موضوع زغانطوت في الهيماتولوجي فمش هتلاقي له شرح كثير ومش هتلاقي فيه ناس كثير كلها فاهمة ايه هو DIC لان الفكرة كلها خلال المحاضرة هي المحاضرة النهاردة خمسة وتسعين في المنت هتتمت على الفهم فهماك انت للباسي فيسولوجي هتفهم الباسي فيسولوجي كويس قوي انت كده المحاضرة بالنسبة لك خلصة اي سؤال هالعبلك فيه انت كده فاهم الدين اللي ماشي ازاي طيب قبل ما نتكلم عن DIC خالص في حاجة اسمها قبل ما نشجر حاجة اسمها حصل لدي أو حصل ترومة لأي بلات فيزلزغ عند في جسمي إني أريد عمل قدمة لنغطة وكمان نحن طمعين وعايزين كمان نتأكد أن البلات فيلو شغال كويس يعني إيه؟ يعني مثلا واحد حصل له إنشري في بلات فيزلزغ معيّ أنا أول حاجة عايزين نعملها نحن نعمل إيه؟ حصل إنشري في بلات فيزلزغ الشخص ده بينزل وإن أول أول حاجة عايزين نعملها إيه؟ نوقف النزيف الله ينوّح طب بعد ما وقف النزيف حصل جلدة وسادة الدنيا هنعمل ايه هل هنسيب الجلدة زي ما هي قالك لأ لازم ان يحصل حاجة اسمها اعادة بناء للبلوت فيزلز دوت عشان يبقى سالك والماء وتسايل فل كده كل حاجة دي رجع طبيعية والماء يتمشي في مجاريها ولا كأن في اي حاجة يبقى الفكرة كلها مش ان انا وقف بس يعني الفكرة مش كلها في النورمون همسوس دي ان انا وقف النزيف لأ الفكرة كلها ان انا وقف النزيف وكمان طموعة انا كمان عايز اتاكد ان البلاد فيزلز بتاعي طبيعي وم شي Wuhan يارحين ال as-gr بلاط سب Product في اربع حاجات بيحصل كم حاجة لمكيله بيحصل اربع حاجات الان اول حاجة بيساكربها ان هما يوقفوا النزيف بسرعة ان هما يوقفوا النزيف ودينا يتسادت سيعملو ايه هيطلعو حاجات تشيلos السبب الان وتعمل حاجة اسمها إعادة بناء أو إعادة تشكيل للبلاد فيزل دوت عشان تأكد أن البلاد صبله يريح للأورجن ده بس كده هما دول الأربع حاجات يبقى مش الهدف بتاعي أنه نوقف بس النزيف لا تنهدف بتاعي أنه نوقف النزيف وتكون طمع كمان وتأكد أن البلاد فيزل شغال مودي البلاد كويس لأورجن اللي رايحه خلاص؟ طيب الهدف حاجات دول إيه بقى مهم قوي يلا بينا أول حاجة أول حاجة قد أقول لك بعد حاجة القصف الدب stay in genuine أول حاجة اسمه Neurogenic Reflex أول حاجة اسمهieth9 Neurogenic Reflex ماذا حاجة هنا؟ يجب أن أولا ما وجدك أولا ما عبد الأنفة قد تدخل للبلاد فيزلز قaciones كان حاجة لخاصة لا تذكد تسوصح لمشرا أو تطبيعي ما هو يضم عليه على بعضه لماذا ؟ عشان يقليل علي بليدنك ثاني حاجة انه يقرب لي يقرب لي و البيليتلت قهوات ليه حتى ايه دم كده على بعضه قفل على بعضه كده ليه؟ عشان هنا في بليتلت و بيقرب و البيليتلت بيقرب من بعضه عشان يقرب الكروتنج فاكتور ويقرب لي البيليتلت اللي هتوقف لهذا النزيف يبقى بعدما حصل الانجلي حصل عندي حاجة اسمها ترانزيان ترانزيد يعني الفترة مؤقتة مش دايم تمام حل حصل حصل فوزو كونستريكشن للبلوت فيزلز دوت ليه عشان حكتين عشان يوقف البليدين تاني حاجة عشان يقرب لي الكروتينج فاكتور والبليتلت من بعض فهما دول اللي هعملوا ايه هما دول اللي هيوقفوا للنزيف باي ايه بقى قالت باي نيورو جينيك رفلكس يعني السنبسان كميرفوسستنبيا فيه هنا نيرف بيبعد إشارات خبق فل بسرعة ده فيه هنا مسيباسو ده فيه انجري وكمان local socrates ويقة كلمة local دي برضو مهمة لاننا وانيقنات مللقة على disseminated under fazendo global quan Spain هو جهыйنافاء في الجسم كله او ليس local فانا في النورمال ببقى local local secretion of end sellian عندside بتفرض من ايه من عندside دوسيليان بيعملني برضو guessed reconstruction طيب الحمدللله هيعمل все passionate physical destruction فيال argotarchيстр Know this dysfunctionيلا хорошо على البقاء اعرون النزيف بطريقة بسرعة عشان يوقف النزيف قالت لهbi وكله انت ضمت نفسك وقربت البلتلت من بعض قال لك اوه في المرحلة دي بقى في الساكند نورمال هوميوستيزيز بيسموها برايماري هوميوستيزيز هنا بيحصل ايه؟ هنا بيحصل تلت حاجات بيحصل كم حاجة عم كيرو؟ بيحصلني تلت حاجات اول حاجة بيحصل حاجة اسمها بلتلت ادهيرت يعني ايه بلتلت تلزق مع بعض حلوة اوي تاني حاجة بيحصل بلتلت اجريجيشن يبقى اجريجيشن 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 سي كريشن تاني لما انت قربت البلت Fifthcias بن بعض تاني حاجة اللي هايحصل لي عمل دفاسلكون انت قلت الهدف بتاعنا اللي ان احنا نقربهم ليه ان احنا نقربهم عشر نقرب البلتلت من بعض عشرال نعمل بلتلت اجريجيشن سي كريشن سي كريشن للي ايه بقى الصفايحا ثريا علشان يحصل لها اجريجيشن برضو زي البليتليت سهلة؟ سهلة يبقى حصل بليتليت ادهيرنت وبعد كده بليتليت اجريجيشن وفرزت حاجات صفايح تانية تيجي توقف هنا ويحصلها هي كمان ايه اجريجيشن اسمها ايه الحاجات دي؟ اسمها ادينوزين داي فوسفيت داي فوسفيت اند سرون باكسين اي تو خلاص؟ الكلام ده كله عمل لي ايه؟ الكلام ده كله عمل لي حاجة اسمها بليتليت بلاج ده كله عمل لي حاجة اسمها ايه؟ homostasis plug أو بالت بريماري هوميوستاتيك بلاج او بريماري هوميوستاتيك بلاج بريماري هوميوستاتيك بلاج بريماري هوميوستاتيك ايه? بلاج طيب حلو قوي قللك ولكن بس بالرغم من ان ها اللي تديه عملت اللي عليها وما استراتش في اي حاجة وعملت ادهيرنت و لزقت مع بعض ولكن ولكن بقى ايه اللي حصل الا انه هناك مشكلة ايه المشكلة عم كيرو؟ انت ليه يا عملت مشكلة يا عمل الدنيا ماشية زي الفل لهو اقول لك لا ما هو اه هي ما عملتش هي ما قصرتش وعملت كل اللي عليها الا ان هنا هي ما تكون ليش جلطة حقيقية ايه ده كيرو؟ يعني ايه؟ هقول لك راجع معي محاضرة الأكيوت كروناني سندروم لما كنت مكلمك في حيث التكوين الجلطة الحقيقية كان لازم يكون فيه حاجة اسمها فيبرين ايه ده؟ الفبرين ده عبارة عن ايه؟ انت لما بنجي تبني عمارة بنجيب التوب جنب بعضه كده توب 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 صح؟ بنقرب التوب من بعض طيب هل انت لو قربت التوب من بعض قربته كده من بعض هل انت كده بنت العمارة؟ انت محتاج الاسمنت المحاورة اللي هتلزق لك التوب مع بعض هو ده الجلطة الحقيقية يبقى هنا هقول له رغم ان هي عملت اللي عليها وما اصلتش اللي هنا ما تكون ليش هنا جلطة حقيقية اصلهم ملزقين جنب بعض لو جه اي لطشة هوا جه اي بلطفلو داخل جامد هينطرهم من بعد خلص كده شكرا كل بلدلت هتروح محلها يبقى هده حصل بلدلت ادهيرن بلدلت اجريجيشن حكايت صفاوي حكايت تانية جايت عشان تعمل اجريجيشن ولكن هنا ما تكون ليش جلطة حقيقية برغم ان بلدلت عملت اللي عليها ما اصلتش ليه؟ لان ما عمدش الاسمنت اللي جه اللي تسأل كل حاجة مع بعض وعمل لي جلطة حقيقية اي لطشة هوا هتيجي هنا ما فيش بلدلت جه فلأي لطفلو داخل جامد اول لطشة هوا هترميل التوب واتطلع برا طب هنعمل ايه بقى؟ لسه نزيف ما وقفش هنعمل ايه؟ هنعمل ثلاث خطوة بيسموها secondary homiostasis اللي هو خلاص بقى هنا هيجون القلطة الحقيقية ايه اللي هيحصل حمكينوه؟ بيحصل حاجة اسمها local في النورمال كله local في النور الاجين في التسيميليك هيبقى systematic دلوقتي هنتكلم عليه local activation of the coagulation cascade اللي هو مين يعني؟ اللي هو الفيبرين هنندج علمه Fibrin Polymerization تمام؟ اللي هو بيقول لك ايه بقى cementing يعني ايه cementing دي يعني اسمانت بالزبط انا دلوقتي جبت التوب حاطيته جمع بعض التوب حاطيته جمع بعض التوب حاطيته جمع بعض اجيب بقى بالاسمانت وايه؟ ورمم اجيب بالاسمانت وايه؟ ورمم هو ده الفيبرين هنا تكوين القلطة الحقيقية يبقى local activation of the coagulation cascade هنتجع عنها ان الفيبرين هيجي هنا شبه الاسمانت على البلتلت ويبقى فيه حاجة اسمها ايه؟ secondary homeostatic block secondary homeostatic block هنا في secondary homeostatic block انت كوينت القلطة الحقيقية سهلة لحد الوقتي؟ جميلة طيب انا يا عم كيرو كوينت القلطة خلاص؟ ويسدد البلتلو طيب لا ده مش الهدف بتاع normal homeostasis اذا قلت لك الهدف بتاع normal homeostasis انا اوقف النزيف واتأكد ان البلتلو ماشي في البلتلز فانا لازم اعمل حاجة اسمها ايه؟ عادي التشكيل لشان الورجن ده ما يحصلوش بسبب الهايبو برفيوشن اللي رايح له طب هنعمل ايه؟ هيتطلع لي واحد لان واسدد دفعنا موضوع له واستمر واحدة واحدة الموضوع عندي لو استمر هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بلتلت هتيجي بكمية كبيرة جدا لو هو حاجة abnormal ماشي؟ هيجي بلتلت بكمية كبيرة جدا وتوقف هنا وهيتم استهلاك كل البلتل الموجودة في الجسم بلز ان البلتلز ده هيتسد طيب انا مش عايز الكلام دوت النورمال بقى ايه اللي هيحصل؟ النورمال اللي هيحصل هيطلع لي حاجة حلوة كده اسمها TPE لانك كنا اخذينا بلكده اسمه تشرب لازم نوشن اكتفيتر ايه اللي هيعمل ده؟ قالك ده واحد بيطلع يقول لهم يا جماعة ايه؟ يا جماعة صلوا عن نبي يقول له ايه؟ تمام ماشي هقول لك جماعة صلوا عن نبي خلي بالكو انتو عملتو اللي عليكم الحمد لله انتو عملتو اللي عليكم وسديتو البلوت فيزلز يعني مش سديتو قصدي عملتو اللي عليكم ووقفتو النزيف تمام الله ينور خلاص بقى كفاية انا ايه؟ انا مش محتاج كلوتس تاني تتكون يبقى شخص دي هيتلع يقول لهم ايه؟ انتو عملتو اللي عليكو ووقفتو البليدنج تمام الله ينور يا رجالة شكرا كفاية بقى؟ كفاية؟ انا مش محتاج كلوتس تاني تتكون عشان بكده هنستهلك كل البلتلت اللي موجودة معانا في الدم ما اخلي بالكو انتو لو عملتو تبنو 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 احنا جده هنستهلك كل البلتلت اللي موجودة في الدم وكمان الفبرين ما فبرين جاي خلاص ولو حصل فسكولر انجر في مكان تاني بكده هننزف لانا مش هلاقي بلتلت روح تاني تعمل ايه؟ تعمل جواجيوليشن تاني حيثة دي مهمة قوي يبقى انا تلعلي التي بي ايه قال لهم يا جماعة خلاص حلو قوي كده عليكم انتو عملتو اللي عليكم ووقفتو للبليدنج الله ينور شكرا يا رجالة هو ده ايه؟ ده شخص العاقل اللي فيه شكرا يا رجال انا مش محتاج كلوتس تاني تتكون ليه يا عم تي بي ايه؟ انتبش بحنا نجي كل سنة تتكون قال لهم عشان انا بكده لو انا اعدت اتكون جبت بلتلت 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 وفبرن فبرن 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 وكرودينج فاكتور كرودينج فاكتور في المكان ده بس ده انا كده ايه لا يحصل انا كده اول حاجة هخلص المخزون اللي موجود في الجسم تاني حاجة المكان ده هيتقفل خالص وما بقى مش بقى فيه بلفيوجن رايح للأورجن ايه حاجتيه؟ فالتبا يطلع يعمل ايه بقى؟ التبا يطلع بينشط اسمه تيجو بلازمينجين اكتيفيتور بينشط البلازمين فينشط البلازمين ويبدأ يأكل في الجلطة اللي هو الفبرن دوت ويزيد عملية اسمها ايه؟ فايبرينولايسيس اسمها عملية اسمها ايه؟ فايبرينولايسيس وبيطلع لي حاجة هنا مهمة افتكارها مع اي حاجة اسمها دي دايمر دايمر ده تحليم بيدول ان شخصها عنده جلطة جلطة الماء لما تبقى عملية الفبرينولايسيس الشغالة وانا فيه حاجة بتاكل في الجلطة فادي دايمر دايطلع بس ما يقولوش الجلطة مكانها فين؟ هو يعرفني ان فيه جلطة في الجسم بس ما يعرفنيش مكانها حتى لما يجينا حالة في الطوارئ شكين انها عندها مثلا بلمونيولايسيس بالاعراض بتاعتها بنعملها دايمر لانها عالي تمام؟ خلاص ممكن حالة دي فعلا بلمونيولايسيسي لانها نيجادف ما بيبقى الحالة دي ايه مش بالمونيولايبوليزم تمام؟ طيب انا بربط لك الدنيا ببعض برضه يبقى هنا طلع تي بي ايه وحاجة اسمها سرومبو موديولايشن عملوني انترفير مع اجريشن كاسكيت قولوني يعني هلسل رجالة كفية قوي كده انتو عملتو عليك ووقفتو النزيف ويلمدت بقى خلاص شكرا كده واحنا عايزين ايه الواتفزة ده اعملوا عادل تشكيل عشان يوصل بسرعة كده عسرية احنا عاصلني اربع حاجات عشان اصلا اطولت فيها لكن حتا دي مهمة بيحصل مش بطريقة بيرمنان يقفلوا كده على بعض عشان يقربوا البلدلت من بعض ويوقفوا البلدلت تاني حاجة اللي حصل عندي ان ثلاث حاجات هنا حصل البلدلت ادهيلاند والسيكريشن الحاجات حاجات صفايح تانية تتعمل معها ولكن اي نطشة هوا ايه حتطيرها طيب هنعمل ايه؟ قال لك لازم نجيب الاسمنت الفيبرين يجي يقف علشان ايه؟ علشان يكون لي الجلطة الحقيقية خلاص؟ الكلام اللي جوا طبعا سهل لأول انك تقرؤه يعني هم تكون فاهم الكلام اش ازاي هنا بقى التبئت لها خلاص يا رجالة شكرا لكم انتواقفتوا النزيف يلا بينا نعمل ايه؟ يلا بينا نعمل اعادة تشكيل ونكسر بقى الجلطة انتواقفتوا النزيف وقف الحمدل نشكر ربنا نعمل اعادة تشكيل لدوه عشان نوصل بقى للاورجان وما يتسدش وكمان ما نستهلكش كل البليد وكل الجرودينج فاكتور كل الفيبرين اللي عندنا في الجسم ولو فبالتالي لو استهلكت كله في المكان ده بس طب لو حصل جلطة في مكان حصل نزيف في مكان تاني هنعمل ايه؟ كده هننزف يحصل خلاص؟ طيب قبل ما اخشي مع انا محتاج ان انا اجيب البيدي اف بتاعي واشرح لك الديغة سيه انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا حشي خدنا هنفعنا النورمل يا شباب انا نجد النورمل يعني فرامناه حرفية بمعنى الكلمة طب انا عايز افصل لك بس كده يعني ايه دي اي سي وتكون فاهمها وتكون عارف لما حصل دي اي سي التحليل هيبقى فيها ايه؟ فاهم الدني ماشي ازاي؟ هكاين نقرأ الكلام اللي وجود عندك في الكتاب هبقى سأل اول قالك لما انا بيحصل عندي انجري يحصل عندي ايه انجري يحصل ايه الانجري ايه انجري ستسقط؟ لا، ستسقط لو نورمال هو نورمال هومسوس بتاعنا سنقرر يزيدني هنا سيزيدني الرسال لكي يكوني السرومبوس هنا وليقف الإنجري عندما يقف الإنجري ده أصبح الانجري فأنا عايز أوقف مالا سأجيب كل الجسم كله تمام علشان يعملوا سرومبوسيز للانجري دوه تام يبقى انا عندي دلوقتي مرض هنعرف دلوقتي المرض هو ايه مسبب لي اندوسيليا الانجري في جهاز المكان خلاص طيب اندوسيليا الانجري ده او الديشو انجري دوه هيعمل ايه هيروح يزود الكولودينج فاكتور والبلتلت في المكان دوه يا جماعة تعالوا بسرعة كونولي سرومبوس في المكان دوه عشان انا عندي انجري في المكان ده ف Milan بسرعت روح مباشرة على وغربات الانجري دوه الكونود الانجري 그러니까 كله الاطبيعي والغير طبيعي انه مثلا ما اسمنا انسان اهوروس و عيد و عيد وتر spots المشكلة عندي principals ان انني لم感謝 فقط لدي Forgetunder dishonorوا ب�ering او لانذ كلا ما اسمأ للبلتلينجا في ايه و رجله يمين لئ اذا المرض ده مسبب لي اندوسيلي في الجسم كله وفي كل التحديد مڤسلosexual دقيقة وفي Anaxidel راسع الدراغي راسع الدول راسع الدول راسع الدول راسع odcBI راسع الدول راسع الدول شخص اصول ماء 태 people المشكلة المشكلة سوف اعطي ام شاش او النشاة في Tissue Injury أو Endothelium Injury خلاص؟ فبيروحوا يقولوا له يا جماعة احنا عايزين Crotting Factor بسرعة عايزين Bleed Letty بسرعة عايزين Fibrin بسرعة علشان ايه؟ علشان يعملوا لي Strombus غلطة يعني اهو يكونوا لي غلطة غلطة حد الوقت احنا تمام شغالين مع بعض زي الفول يكونوا لي غلطة علشان يوقفوا والانجري دوت والبليتنجي اللي بيحصل ده طيب انا ان الوقتي لما يكون عندي كذا انجري في الجسم فاكده انا استهلكت ايه؟ استهلكت عملت حاجة اسمها consumption عملت حاجة اسمها ايه؟ كلمة دي مهمة اوي كلمة دي معناها استهلك كلمة دي معناها ايه؟ كلمة دي معناها استهلك استهلكت استهلك لكل البليتلت وكل الجواجوليشن فاكتور اللي في الجسم ليه؟ استهلكتهم كلهم ليه؟ لان انا عندي جازة انجري فالجازة انجري دول خلينا استهلك كل البليتلت وكل الجواجوليشن فاكتور فاهمين؟ طب تمام احنا كده فهمنا الجلطات اتكونات ازاي جلطات اتكونات ان انا عندي اندري الاندري دوت راح عمل بلدلت وكروتينج فكتور زودتهم في الجسد فاشان يروحوا يستطولي يعملوا استرومبوس ويستطولي ايه المشكلة اللي حصل يستطولي الاندري اللي حاصل دوت طيب انت بتقول لي المرض اسمه DIC disseminated enderophascular gylobicy يعني او بيسموه كلمة تانية كده بيسموه استرومبوتك هيمولوجيك ديز يعني ايه سرومبوتك هيمولوجيك سرومبوتك يعني هيحصل جلطة زي ما احنا عارفنا هيمولوجيك يعني انت يا كيرو عايز تقولي ان المرض ده كمان بيسبب نزيف ازاي يا كيرو انت قلتلي الجلطة بتحصل ازاي ما قلتليش بقى النزيف بيحصل ازاي هقولك بعد الوقتي النزيف بيحصل ازاي كل بساطة ان انا مع الوقت مع الوقت وانا عمان اعمل consumption عايز اعمل استهلاك لكل الكلوتينج فكتور وكل البلتل الموجودة عندي في الجسم وستل لسه برتو المشكلة موجودة اللي هي بتعملي انجري طيب انا دلوقتي حصل ديبليشن او حصل consumption او قل عندي كل البلتلت وكل الجواجبوليشن فكتور في الدم عندي بكده انا ما عنديش حاجة خالص تعملي كرودينج ما عنديش خالص في الدم عندي كرودينج فكتور بلتلت تعملي سرومبوتك تكونني سرومبوتك لو حصل انجري طيب لسه المرض موجود في الجسم هنفكريني حده دي لسه الانجري موجود في ايه لا يحصل؟ لما المرض يروح يعمل انجري تاني مثلا في المكان ده مثلا مثلا رجل طويلة اهو عمل انجري هنا وانا كنت مستهلك فوق كل الـ consumption كل الـ consumption وكل البلتلت والجواجبوليشن فكتور ايه لا يحصل؟ مش هلاقي حاجة تروح تعملي سرومبوت فشخص دي هينزف يبقى شخص دي عنده جلطات كتير جدا وبينزف في مكان تاني يبقى اذا لو حصل عندي مشكلة عملت انجري في مكان تاني وعملت بليدنج مش هعرف اوقفها ليه؟ لان انا استهلكت ومش هعرف اعمل سرومبوتك لانا استهلكت الحاجات التي تعملني اصلا جلطة بكده بقى الشخص دي هبقى عنده جلطات وجلطات دي مخلصات لي وعمل لي consumption وعمل لي استهلاك لكل البلتلت وكل الـ الـجولوشن فاكتور تمام؟ وكمان انا لسه بيحصل عندي مسيبة شغالة المشكلة في جسمي لسه موجودة وعملت عملني في انجري فبالتالي هو كمان برضو لسه عنده المشكلة اللي بتسبب انجري طيب يبقى اللي هيعمل بليدنج يبقى لسه موجودة الانجري اللي بتعمل بليدنج وساعتها مش هيلاقي اي كلودنج فاكتور واي بليد التي تروح بقفو البيلدنج دوت فنديكل كل الجلاطات اللي متكونة دي بقى اي اللي هيحصل قبل ما يخش انديكل كل الجلاطات متكونة اي اللي يحصل اي اذا رفكرت بحاجة تانية لعيد الحتة تانية معلش انا اسف ان المطول لكن هو السر في الباصف الثولوجي السر في المعادلة دي نكتفى من الباصف الثولوجي اللي بيحصل يا شباب عندي دلوقتي عندي اندوسيريال انجري عندي مورض في جسمي بسبب لي انجري في كذا حتة خلاص فسبب لي انجري في الاندوسيريال او الدشرة فالي اللي حصل قالوا يا جماعة بسرعة ضريطي مشهودة فاكتر والل COL ا germania é a SO يسبب لي برضو نفس المرض تمام هنا مثلا فبالتالي انا هي ده هنزف هطلع دم طب لو حصل مثلا رجل ده طويلة كمان وحصل انجري هنا انا برضو هنزف هطلع دم طب كده الشخص ده بينزف اهو نديجة اللي مفيش بنتلت وجاجرش الفاكتور تاني اللي كلهم استهلكوا وكمال عنده جلطات الشخص ده بينزف وعنده جلطات فيهم نجات من ايه طيب انا دلوقتي عندي جلطات الجسم التالي هيسكت لا نديجة لكل الجلطات المتكونة دي جسم مش هيسكت المجيد الي سيديد خاجة اسمها فايبينولايسس عشان تروح تحلل اللي السرومبس ده مش فيه مسمى monsieur holida بجلطة فلاازم متفرق عندي الفايبينولايسس فايبينولايسس دي هتطلع زي ما عيزنا في اللي sauteها تطلع عشان هتعمل لي ايه تفتح لي لهاتف ت دي جلط qui حصل중frati وهنا لما الفايبينيولايسس تبقى شاغلامه دي دايما هيبقى عاليات لو انتم تفتك¡ تمام يبقى الفايبينولايسس هي ايها هتشتغل يبقى الحلقة دي تاني فانا كان مرد انك هنا لدي مرض ومشكلة ويلاعلم انك ان أهرب اي fundraising Different الانكتري sean volunteers وهم علي كيفية ربسرقة كيفية ستتقدم وكرراء لدوما اكي ستقدم لدي جلطة لمكان المكان عندها دو. يعملونه. طيب. كده ولكن للأسف انا بيبقى عندي في كزا مكان في الجسم. فعملني ايه? عملت استهلاك. عملت عملت وقللت كل المكان تاني بسبب المرض دو. مش هلاقي مش هلاقي مش هلاقي تطلع تسدي لي اللي حصل دو. مش هلاقي مش هلاقي مش هلاقي تعمل في المكان دو دو. في المكان ده هينزف. يبقى ازا شخص ده بينزف وكمان بيجيب عنده ايه? عنده سرومبس. عنده جلطات. بلس ان كل الكولادات المتكونة دي حتى يطلع لها للفايبرينو لايسز. عملية الفايبرينو لايسز تطلع ويديشو بلازميرشن اكتيفاتور يطلع عشان يعمل لي بليدين. يبقى ازا ان شخص ده عنده سرومبس وعنده ايه? بليدين. وكمان ما عندهش بليد ان هم يعملون لي سرومبس. طيب لما الفايبرينو لايسز تبقى شغالة. ايه ما هيحصل? دايما هيبقى عالي. دي حاجة. تاني حاجة في حاجة اسمها FTP. بكل بساطة. اللي هو من منتجات تكسير الفايبرين. يبقى منتجات تكسير الفايبرين ده برضو هتلاقيه عالي. طيب في التحليل هتلاقي تاني. تلاقي قليلة. لما ان البيتت يحصل لها ايه? اهيه? قليلة. هتلاقي البيتي والبتيتي. ايه البيتي والبيتيتي ديت؟ البيتي اللي هي البروثرومبن ده هتلاقي الملتة بتاعته طويلة ولا سيارة تاني. البيتي والبيتيتي هتلاقي să一看 يكون فيها بليتلت ويكون فيها جواجلشن فاكتور طبعا انا اخذت عيني الدم من شخص الهود هو اصلا عنده بليتلت و جواجلشن فاكتور عنده قليلين زي ما احنا قلنا فوق يبقى اذا البيتي و البيتيتي مدة زمانية تحتهم طويلة ولا قليلة هل هيحصل دجلت بسرعة او دجلت ببطء لا يحصل دجلت ببطء يبقى اذا هتلاقي فيه برولونجت في البيتي و البيتيتي كده انت فهمت خلاص الدي اسي اخر المرة عشان انت مش قدامي فانا مش شايفك فانت لو خلاص فهمت اجري ما فهمتش يسمع الحده دي تاني انا عندي مرض مسبب لاندوسيليان انجري وتشي انجري في الجسم كله خلاص فبيتكون عندي سرومبوس بيجيب بسرعة بليتلت و جواجلشن فاكتور يكون سرومبوس لكن المؤسف المشكلة دي تبقى سيستيماتيك تبقى ايه اكيوت مرة واحدة كده و سيستيماتيك زي ما اتفعنا تبقى سيفير فالجسم كله بيكون عنده جلطات فكده استهلكتك عمل دي كونسومشن وتبقى ان كل البلدد و جواجلشن فاكتور في الجسم عنده طب لو حصل نزيل في مكان تاني الاجل درجة طويلة اهو حصل هنا انجري هيحصل بليدينج لانا مفيش عندي حاجة بتعمل سرومبوس مفيش عندي البلدد و جواجلشن فاكتور يعملوا سرومبوس لانوني جلطة طيب مع كل الجلطات دي الفاابرينيون والساس سيستيماتي سكوت لا هتعلى و تعمل لبليدينج خلاص لما قلنا في النورمال لما الفاابرينيون والساس بتاعلى و يحصل تاكل للجلطات دي دايمر بيبقى عالي والفد بي دوله هو فاابرينجين نيتور برودكت اللي هو منتجات تكسيرين وفاابرين والبليددد هتبقى قليلة طبعا والبيتي وبيتي هتبقى مدددداتهم ايه عالية كده انت فهمت ايه؟ كده انت فهمت البصر في السوروجي خلاص بتاع الدي اي سي هيا بقى نيربقى الكلام اللي عندك ده يقول لك ايه بقى يا معلم قالك ان دي اي سي دوت سيريست اسوردر اوف نورمال هوميوستيزز يعني عندي مشكلة في الهوميوستيز عندي مشكلة في التوازن ما بين الجواجلشن فاكتور او ما بين الكلوتنج والبليدنج خلاص بسبب ايه بقى او باي ايه باي اكسكريتد مايكروفاسكولر جواجلشن يعني عايز يقولك ان جوه الفيزلز اللي حصل فيها انجري دوت في احصل حشي صالح جدا اكيد حصل انجري الميكروفيسكولر الفاسكولر فاكيد حصلih oz yaki جوهل سيريست اسوريبوزز جدا سيكون عند الجيل جل woj consig انا جاهزي كل ايه دوبة مع الجيل يكون عايز٠ قيميسيول энدلاخ attendي ايه وم انا جsein يعني ايه يا كيرو نفس الكلام اللي شرحنا بالزبط انا لما متجون عندي جلطات في الجسم كله في الجسم كله طب انا جده عملت استهلاك لكل عملت كلمة طب لما عملت استهلاك لو حصل انجل في مكان تاني اللي يحصل شخص ده ايه حينزف زي ما اتفقنا طيب اهو هيحصل ايه بعدها هيحصل عرفنا جاه منين بس الكلام سهل اول ففي ايسي معناها ايه؟ معناها البياضين بين ميته وابيال بليدنج قالك بيحصل ايه when that happens حيحصل طبعا بيحصل ان بيحصل ان ايسي ترتدي لأنه بيسبب لي بلات كروتز أصل لهم ايه بسبب لي بيعملون بيعملوا بيعملوا استهلاك بسرومبوس قالوا لها العمالة كونسوميشن في جسم كله طيب قالك بقى بيقولو علىها ايه بيقولوا كونسوميشن جوه الجولبسي يعني اندي خلصت كل فقد عملت الكونسوم مش عملت استهلاج لكل الحاجات التي بتعمل لها جواجلات لأي بقى 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 استخدامتها كلها بطريقة عبنورمال جواجلات المحلل صح؟ طمام الباصف الثولوجي بقى قال لك الباصف الثولوجي هو نفس كلام ان احنا بنقوله حصل ايه حصل حصل شوائد جلاطات كده في بعض البيض بس كثير بقى عملوا ايه كل الجلاطات دول الجلاطات دول عملوا لي زيادة في الكونسومشا استهلاك أكتر . خلاص ايبا انا عملت كداه ايه عملت استهلاك لك في البليتلت لما انا حصل جلطات لما حصل عايزة احدثا أنت فاستهلاكة كل البليتلت وبالجهassy اقترحό القيدل majorityiy gallons تقديل ايه قديل انهما قالوا في الجسم عندي قالوا ما قالوه وحصل 03 كمالا pounds ليحصل انهما قالوا في الجسم عندي ايه لا يحصل وكمان بعدها حصل انجري في الجسم. لا اذا مش هلاقي حاجة تعاملني مش لاقي حاجة تعاملني تكوني سرومبوس. فيحصل ايه? يحصل خلاص بق ما هو انا دلوقتي عندي جلطة عندي انجري حصلتني سبب المرض دوت. خلاص? طب انا ما عندش حاجة تعاملني كلوتس. مش عمشان ما عندش حاجة تعاملني سرومبوس. فهندج عنا فيه طيب دلوقتي انا عندي وعندي جلطة. عندي بليدنج ما عندي ايه? جلطة. خلاص بنا من كتابك التب حرك. الحد ديشن حد دي برضو مهمة. عايز البط لك المحاضرة دي في تب حرك. لحنها ما تشرحتش في تب حرك. خلاص? فعايزين انه للبط الدنيا مع بعض. انك لما يحصل عندي جلطات كتير في الجسم. انه يحصل الأورجن. مش هلوصل له دم. يبقى امبيرد أورجن برفيوجن. ويحصل اسكيمي للأورجن دوت. وانت أورجن دامنج. لان لما يحصل استبكل دوتنج. لما يحصل بليدنج. لما يحصل بليدنج كتير طبعا بليدنج كتير يعمل ايه? خشف شوك وهي بوتينشن. واندرافاسكور ايه? برميابنتي هتزيد. تمام؟ يبقى كده احنا خلصنا خلاص البصر في السراج. حصل عندي المكان ده في بليدنج كتير. فيه كلودنج كتير. هيحصل شوك. هيحصل شوك ده يعني مفيش أورجن ووصل. مفيش برفيش يبقى دي مش لوكل ها? مش لوكل. ومش ميل دي حالة سيفير. فالسيستيماتيك ها? مش لوكل. النورمال هو اللوكل. لكن هنا في الديسيميلت هي ايه? سيستيماتيك. واكيوت مرة واحدة كده وبالتريقة سيفير. ففيه منها هاي مرتلتي ريت عالي جدا. انا عالفاك ما فيش حد بيعدي منها. طيب. فيه بقى باصو جنيزيس تانية. بس دي بقى هنقولها من ايه? هنقولها من الهن. وقال لك احصل جينيريشن أبرا� شلابة مرسل يعني؟ يحصل حالة كده فيها تكوين لل Melissa عالي جدا. تبا إحنا عارفين لما يحصل وحصل حالة كده بيحصل فيها تكوين للسرومبوس بطريقة عالي جدا بالتالي هيحصل كونسومشن هيحصل استهلاك للكل الكوروينغ فاكتور أهو. لما حصل استهلاك تكوين 후� hawber عالي جدا فمطأ استهلاك وقللت أقلا لها يا كلد الطوام اهو جينيريشن incl Some Bryan أنا أكون عندي سرومبس بتريقة كثيرة جدا فعمل ألتريشان غيال لي من الفيستوروجي أنديجو أجولاند قال للليفل بتاعهم عندي في الدم حصل إمبيرد فيبنينيولايسيس أدونس في ديو اي سي ويحصل أكتيفيشان بقى للإنفلاماتري الإنفلاماتريوس سايتوكينز إنزا إيه باسو جينيسيس إيه إيه اللي أنا بعمله ده إيه اللي أنا بعمله ده يحصل إيه إنفلاماتريوس سايتوكينز هتطلع خلاص فهينا بقى الريجيس إيه تاني نفس الكلام اللي بيقولك عليه أنا بعضها هامه حاجة عندي الح devoteس بيلا� Dubenti في هنا حصل نفس الكلامي وهو اللي كلوتس اهو حصل عندي مايجروفاسكولار سرومبوسيس او حصل اول اكتيفيشن بعدها حصل اكتيفيشن الاكتيفيشن اندروفاسكولار خلاص بريتليت حصل لها كونسومشن يعني استهلكت يعني قلت تمام فهتلاقي البيتليت في الجسم قليلة جو اجريشن فاكتور حصل لها برضو كونسومشن فهتلاقي البيتي وبيتيتي عاليين زي ما اتفاني عشان مفيش حاجة تعمل كلوتنج في الدم هتلاقي كمان الفايبرون والساس عالي اهو زي ما ده فاينل فايبرون والساس عالي فتلاقي دايما عالي زي ما اقولت لك توامل دايما ايه لدي مشكلة في الجلطة في جسمي فأي حاجة بتكسر في الجلطة في الجسم عندي اللي هو فابرينوناسس يعلى تلاقي دائمًا عنه وتلاقي الـFDP عالي خلاص FDP أقولها من هنا كمان FD خط زبالة قذر أنا عالي تمام؟ طيب لما يحصل كله يحصل إمبارد في كواجوليشن والبليدنج في إمبارد في إمبالنس ما بين كواجوليشن والبليدنج تمام؟ طيب هيكون كله كله يكون جلطة سرومبوزيز وبيحصل بليدنج ويحصل جلطة بليدنج وجلطة بليدنج وجلطة فيقول دي دي مالتي أورجان إسكيمية ويكوشفاليار بسبب الإيه؟ بسبب الشوك بسبب الـHypo perfusion اللي حصل بديه بسبب بليدنج وحصل بسبب إيه؟ الجلطة خلاص؟ سهلة؟ سهلة أنا قلتلك كله شيء يقولك إيه؟ اتقل على المشكلة اتقل على المشكلة هنقولك على المشكلة إيه بقى المشكلة يا عم كيرو اللي بيتسبب لي أن يحصل مشكلة فيه الفيزلز؟ فيه فيزلز انجري مشكلة دخلت عمليات لي فيزلز انجري يأمة مشكلة بتسبب لي كلودينج فاكتور عالي من آخر هم واحد بس هم بيتمحلسوا فيها قالك فيزلز انجري فيزلز انجري يعني أنا عندي ديزيز بيسبب لي هو ديزيزة نفسه هو اللي بيسبب لي بيخلي الأوعية الدمائية بتاعتي ضعيفة جدا بيخليها على طول بيحصلها انجري بأول حاجة تاني حاجة تشو انجري حاجة انجري وتعملني فيزلز انجري يبدأ Petersilز انجري هو اللي بيعملني ف whyslz انجري هو ديشو هو شخص امام ولو دمائية تاني ضعيفة alarm يجعله على طول فيزلز انجري يأمة فون انبودي جسم غريب لتدخل تباية تدخل من الاتصال وهو اللي عملني ف س امام ف عندما يحصل فس انجري في الدم كله أما أولو يحصل ف KohNs دم كله سهلاوي و Gandhi وانه يحصل الفيزنز الاجئة بالدم كله سيزيد العازة جاهلة من قبله في جسم كله فيحصل الاجئة والاكسل وهو يحصل اي شهد لفبرولايسيس وذيب وكلام ذلك ماي الحالات التي يحصل فيها الملغة المفتوصلة الملغة المفتوصلة يعني أنا في حالة بيزيد فيها كل الملغة المفتوصلة اللي هو السيبسيس في السيبسيس بصراحة بيحصل الفيزنز الانتجلي فالفيزنز الانتجلي قد ي executed en include stimulus وهتمام حسنا gray' أو Tellille bone' أو esa stomach ف��들이 تقوم بجسم THE solemn Infection Infection It's going to remind me or Sipsis Infection When there is an infection 及 Sipsis Sipsis Trauma ترومى و سيفير بيرن كل ما كل هذا الذي يؤدي في موضوع وعلى فكرة أكتر المشاكل يد pineal تدريها حالان الحالية البستاتريق حالات النسب يعني بالأخري ق��ıyla تقل لي لغبطة و وفاقة الحواط Turn reef هذا الحال تهMus H كل ما مجهود ترومى بيرن كروش مالتي بالانجرية الجنرية نوع من أنواع Toxin تشعر بأن مستخدم تجعر بأن Wash هيمتولوجي أو إيمينولوجيكال ديسوردر مثل هيموليتكس ترانسفوشن ريكشن كي يعتبر كده فولن بادي دخل جسم عندي تمام أكينه فولن بس دخل جسم وعمل لي إيه عمل لي إندوسيل الإنجري ترانس بلاند ريجيكشن يعتبر فولن بادي لما نقلت أورجان تاني وحصني جسم ريجيكشن يعتبر ده فولن بادي فعمل إندوسيل الإنجري أنافلاكسز أو أوتوميون ديسوردر يعتبر برضو إيه نفس المشكلة هو سيكسيل كرايزيس إنونكولوجي لكيميا وتيومر برضو بيقدروا لي لدي ديسوردر يعتبر برضو ما بيعملوا لي إندوسيل الإنجري بيتفضل لي تقريبا تيومر 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 فاكتور تقريبا فهو ده اللي بيعمل لي التشو إنجري يعني أو بيعمل لي إندوسيل الإنجري الابيساتر الكمبيليكيشن أنا أتمنى أن نحن ناخد محاضرة ديسوردرر ولكن هي مش موجودة هناك أخدناها في كريتيكال بس حيث أتكلمك على حدة الأمينوتيك فلويد إمبوليزم دي دكاتة اللي كنت سمعت بكترة دكتور من دكتور نيسا كان على يوتيوب كان بيقولك إيه كان بيقولك إن الأمينوتيك فلويد إمبوليزم دي هي في التب عندهم في النسا عندهم بيقولوا يعني إن هي عزرائيل عزرائيل التب هارفين بيقولوا عليها عزرائيل التب الستة دي بيحصل ستة واحدة بيجيلة الحالة دي من مليون ستة تاني فأنت تبقى شخص فقري لو الحالة دي حصلت معي تمام؟ دي حالة نادرة جدا بس الستة تفاسعتها هتموت 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 إيه اللي بيحصل؟ بيحصل أن الأمينوتيك فلويد دي ما ينفعش خشي الماتينرس الكيوليشن لو دخل وراح على اللانج وعمل إمبوليزم يسموها أمينوتيك فلويد إمبوليزم دي حالة نادرة جدا بيسموها عزرائيل التب حت جنبها جدا عزرائيل التب يعني دي انت لو عجلت لك الحالة دي معاك فوشفت أو في حاجة يعرف ان انت ايه فقري درجة اولى ميزد أبورشن ميزد أبورشن برضو بيعمل لي اندوسيلي الإنجري ده بيعتبر ديت ديشو بيخش بيعمل لي ايه؟ ميزد أبورشن بقى له أربعة أسابيع مثلا حاجة بقى له فترة في بطن أمه وأمه مش عارف ان هو ميت تمام؟ إكلامسيا بيحصل إكلامسيا بيحصل إكلامسيا هي يعتبر إكلامسيا هي بريكلامسيا هي بيحصل براد برجر عالي جدا فده اللي بيعمل لي اندوسيلي الإنجري بيخش في ال DIC وأشهر حالة الإكلامسيا وميزد أبورشن ريتلاند بلسنتا بور نفس الفكرة بتاعت نفس الفكرة مثلا والأبراب تبلسنتا بور دي نفس الفكرة تاعتها مثلينيس يعني حاجات ما هناك علاقة ببعض مثلا حضرت الأعيان بتاعك على الاكسرا كوربوريار سيركوليشن اللي هي هارد لانج ماشين بطريقة برولونجت طب اللي حصل انت عملت ديله كريستالويت كريستالويت ده بيعمل ديليوتت للبلط فانت كده قللت الكروتينج فاكتور لو حصل انجري احصل ايه بليدنج خلاص فنخش في الدي اي سيش انت قللت الكروتينج فاكتور بسبب الدليوتت الكريستالويت انت عملت دهاله بالمونالي اوabeth killed энambوليزي بيعملوا لي برضو ديشي انجري تمام الشوك وحق من اول الشوكة لحد تحت كده معلم انا بعتبرها انفلامات المنزينغ ذاق التلعت وعملت لي انكiska تلعت اكتبها كده من اول الشوك لحد تحت يعتبروا فيلمات المنزينغ ذاق التلعت وعملت لي إيه انكسير الانجري не بيحصل contents بيتفرض انفرامادي مديترس تتطلع بتعملي اندوثيلا الانجلي أنوكسيا أسيتوزز ARDS هايبو أو غايبار سيرميا بانكريوتايدس أكيوت لفر ديزيز كيمولاديش كلامنا كله بيحصل إيه؟ بيحصل عندي انفرامادي مديترس تتطلع بتعملي اندوثيلا الانجلي خلاص؟ طيب الكريكة المنفستشة نصعر على حالتي يزال عليه أعراض الإسكيميا ويزال عليه أعراض البريدينج أعراض الإسكيميا للأورجن يعني إيه؟ يعني مثلا البرين ما بيوصلوش دم سبب الإسكيميا اللي موجودة دي فيه غلطة الانجلي حصل في اندوثيلا الانجلي حصل قريب من أرطري قريب من إيه؟ قريب من البرين فحصل غلطة جون عندي سرومبوزيس واستهولكت كل البريدينج وكوينجي فابتوا في الحدة دي فاللي حصل البرين ما بيوصلوش دم فدخل في إسكيميا فيه زر عليه أعراض بقى مشكلة الإيه؟ هايبو بيفوشن للبرين طيب القلب يزر عليه إيه؟ لو ما صلوش دم كويس سبب الإسكيميا اللي رايح فيه إسكيميا مش موديها دم من البرفوشن للقلب اللي يحصل خشف انجلينا بين هايبوكسيميا هايبوتينش سهله طيب لو بالتالي كده ما فيش دم فيه إسكيميا في الجسم كله يبقى فيه إوليجيوريا هل طبيعي انكده تتخرج اليورين ولا تحتفظ بيهش لما فيش أصلا دم سبب الإسكيميا باللغبطال الدنيا دي يبقى إوليجيوريا طيب لو فيه مثلا جلطة في الأطراف يبقى إسكيميا في القلب أو انفاركشن في الليمب أو التيب أو نوز خلاص؟ سهله؟ سهله طيب الصين بتاعة البليدينج الصين بتاعة البليدينج يعني شخصة ليه بينزف بسبب فيبينيورايس الشغالة عالي جدا سيما انت فينا على فيبينيورايس الشغالة عالي جدا وكمان ما عنديش بلتت وجاوريشن فاكتور في جسمها عندي خلاص شخص ده بينزف بطريقة غبية فتلاقي بلد في اللسطول بلد في الترجيع بلد في اليورين تلاقي عنده جونتس جونتس نتيجة استركشن للتيشو ديت خلاص؟ والبليدينج اللي حاصل ده بيعمل جونتس طيب ميوكوزا او سب يعني تحت الجيل دي هتلاقي في بليدينج تلاقي عند حاجة اسمها جينجيفال جينجيفال دي اللي هو نزيف في اللسة تلاقي عند حاجة اسمها بيتيتشيا او إيكموزز ديجل تديلو اي حونة او اي حاجة حاصل إيكموزز بتلاقي غبية نزيف من كل حتة نزيف من النوز نزيف من الماوس نزيف من كل حتة يبقى عراض نزيف وعراض اسكيميا حتى العلاج بتاعه غبي مش عارفين يعملونه ايه بقفونه النزيف ولا بقفونه الجلط تفهمها عايز تحفظ الأرقام حفاظها ليك انا شايف ان الأرقام دي كتير جدا بس بها عاليات مهمة اول ستكون حالك عارفها يعني مثلا زي ما اتفقنا بس انا رجع معاك اللي انا قلتوا في الخلال المقادرة بتاعتي بنتاكي البيтьي والبيته precisamente بيكونوا عالين طبعا لانه انا ما فيش حاجة بتاتي لاتبيع المكتور هتلاقي قليلها تكريزت الفايبنينوجين هتلاقي قليل لان الفايبرين كله استخدمته في تكوين الجلطات هتلاقي قليل البروتين S والبروتين C دول الحاجات دول الحاجات بيطلعوا من الليفر وبيشتغلوا ك ناتشيرل أنتجو أجولاند يعني دي حاجات طبيعية بتطلع من الليفر تعمل سيولة المهم يعني ان انت هنا او بيعملوا سيولة وبيعملوا ده جلط يعني مش فاكل قوي يعني بس هم هنا هتلاقي قليلين هتلاقي البيتي والبيتي تي والحاجات كلها هتلاقي بلولونج الدايم بلولونج الدايم طيب بس اكون اعرفوا رقم متاع البيتي تي هو اعتبر من 10-15 سنة في الحالتين تمام؟ وبروتلت كمان احنا عارفين ان اللون بتاعها من 150 ألف إلى 400 ألف لما تلاقي بقى الفايبنونزل تكون شغالة هيبقى تلاقي دي دايمر عالي زي ما اتفقنا هتلاقي حاجة اسمها من ثلاثة دوت هتلاقي قليل برضو اعتبر زي هو ده اعتبر زي البيروتين اس والبروتين c برضو تلاقيه ولين هتلاقي الدي دايمر عالي هتلاقي الFDB الي هو فايب ننتج جنورد بروتكت هتلاقيه برضو ايه عالي علشان ده سباسيفك جدا في حالت لدي ده نادج تكسير الفبري خلاص؟ هتلاقيه عالي البليوروبين هتلاقيه شخصة عنده صفرة جونت سيانة تلاقي بليوروبين عالي واتلاقي بلوت يوري نادجا علية خلاص؟ مدينية الاسكميا والبليدنج اللي مش موصل بلوت للأورجن. تمام؟ هو ده اللي عملني هو ده اللي عملني المشكلة. ونخليها حصل فيها ايه مشكلة فتلفق بين عين وتتقل البلوت رجع علي. خلاص بجد خلاص لحيات المهمة كلها. كلام اللي جاي ده كله ايه؟ كلام كتب فقط. تمام؟ نيرسينج دياجنوزز بيحصل ألتريشن في الدشو بيرفيوشن. تمام؟ عشان فيه اسكيميا. تاني حاجة تاني حاجة فلويد فوليام دفست. لا الفلويد فوليام ما عندي ولا ايه. بسبب ان في بليدينج امبيرد سكين انتجنيتي وبين قالهariaki�� اول حاجة في نيرسينج دياجنوز وانتقل زاء شيseyان هي سبب الاسكيميا انت؛ تاني حاجة فلويد فوليام دفيست مسبب في البيديج. الهدف من عيناج ايه活ه اهم هدف عندي ده ودا اهم حرفين اهم هدف هو ان اتعرف وعالج المشكلة اللي مسببه لي المرض لي انا قلتلك في الاول ايه قلتلك في الاول ان انا حتى لو انا صلت المرض ده اعمل لي اندلي المصدر في الايد دي فانجيبت السرومبس جبت البليiani جلية الفكتوري عملتي السرومبس في المكان ده هيبتي يوملي الفيدي في مكان تاني اروح برضو ب pirate و Henderson هو F اروح هنا اوقف لحد ما استهليك كله هو باروستيل لسه بيعمل لي نفسي المشكلة اللي هي Dentorial injury فأخش ان انا استهلكت كل البيتل جواب ريشن فاكتور عندي. بالتالي هيقلوا عندي في الدم فأخش في بليدينج. بلص ان انا بيكون عندي في بليدينج. فيروح تلك الصل في الجلطة دي فانزف. في جلطات وفي نزيف. اهم حاجة عندي ان انا اعالج اتعرف ايه هو المشكلة. واعالجها. مثلا لو مشكلة كانت سمايك بايتسن اللي هو اللاتغة اللي حصلت. او مشكلة مثلا كان بسبب السبسز. او مشكلة بسبب الانفكشن. اروح اشوف المشكلة ايه وعالجها. خلاص ده اله اوقف الابنورمال كلواجلوشن هو الكلوتينج دي موجود دود. اعمل كنترول البليدينج. اعالج الهايبوتينشن. اعالج الهايبوكسيميا. اعالج الاسيدوزز. الاسيدوزز انادج من ايه? عشان عندي هيبوكسيا. عندي هيبوتينشن. فيش دم وفيش هيبو بسبب الاسكيميا. فبتكي يشتغل بالان ايروبيك ميتابوليزم تطلع لليكتك اسد خاشف اسيزوزز. اعالج الانفكشن لو ايه? لو هو السبب او هو موجود يعني. خلاص? طيب. الع العلاج بتاعي بقى. العلاج بتاعي ان انا عالج السبب. تمام زي ما اتفقنا. ثاني حاجة اشتغل سبورتيف سيروبي. سبورتيف سيروبي. عايز بقى عالج البشنط اللي عنده اكسسيف بليدينج دود. عنده بليدينج دود. هنعمل ايه? عنده اكسسيف بليدينج هندي له ايه? بلوت ووليوم اكسيبانجر. زي ايه? زي الاكتيت ترينجر او النورمال صدقين. طبعا اه اه بدي له الاكتيت ترينجر عشان عالج الاسيدوزز ولكن لو عنده مشكلة الاكتيت ترينجر احنا عارفين اه مش هيستعب اه damage مش ايه مش هينفع معي الاكتيد ترينجر في الحالة دي. خلاص. الحالة بقى حالات بتاع التب الحارك دي. انا عايز في المخورتها يعني. يبقى بقى تضي labeling علاج البلدينج ده اكيد يعني انا لكل اهل مرسلين طيب. بعلق له دم. او بعلق له بلازمة في حالة ايه بقى تكون عارف. تكون عارف انا بعلق بلازمة او بعلق بلازمة او بعلق في حالة毅 البيلسمة عايز فيه عندي البيل احنا انا بشكر فيه في حالة ان الفيبرين باستهلك بكمية كبيرة جدا. الفيبرين اللي بيكوني للجلطات استهلكته. فهو بقى قليل في الدم عندي هو ده اللي عاملني بليدن. طب انا عايز اعليك البيليدن. ادينه فايبرين. يبقى اول حاجة ادينه ايه? فايبرينجين البلسمان. عن طريق ايه? تكون عارف. احنا خلتناها في الطب حلقة بس افكرك بها. اللي هي الفريش فروزن بلازمة. وبرد ترانسفيوجان. زي الفريش فروزن بلازمة. عشان عالك الفايبرينجين البلسمان دوت. خلاص? طيب. عشان عوض له فايبرينجين. طيب. ادينه ايه? طب انا هدينه بلتلت. مش هو بلتلت عنده في الدم عندي قلت. مش البلتلت يا شباب عندي في الدم قلت. هدينه ازاي? هدينه. اه سوري. اه سوري. مشان البيتلتل 1930 فحصل لدي شيئا اسمه Specifically 임 Albertsipanesia و قلت لك ان الكريب ريسبيتيت دي تعمل ايه الكريب ريسبيتيتي أنا بديها في حالات الديوأي سي يعني قلتلكهثم أوي حالات الكريب ريسبيتيت بديها يعني يجيلك في الأنتحان اين يا انا بديه في حالات الديوأي سي هي الكريب ريسبيتيت ليه ما بديها في الديوأي سي ، ام بتخشارفة пережب ال học و التعرض من работ باليوأنيح ان تدفع الغين battery Blues و الأدوانف بالأدوانف بالعروف ثمانية فاكتور 8 فاكتور 8 ده مهم قوي ما نعود للمس pessimelle وحاول تقوله الأمر 8 fetching changes هذه الحلات مهمة جدا انها تعود للمسيف وفي العليم السرومبوستومي KEEN يتم U согتزال في حدث DIC العشان تعود للمسيف Continuingació هو الكرايب ريزيبيتيت. خلاص. هذا الكرونيك انا بديله هبارين سيرابين وفيتامين كي. يعني انا بديله هبارين مع بعض هبارين عشان امنى هنتكون سرومبوس او عالج السرومبوس المتكونة. وفيتامين جي عشان يعمل له كلوتنج. تبا تخيل انا بدي حاجة تعمل نزيف وحاجة تعمل ايه كلوتنج. عشان مش عارف الاحق من ايه ولا ايه. يبقى او عموكراهما بيعمل ويعملون حظة ايه الاعلى وييدوا فاهم. يبقى ليهما كده حزبه معينه وفي الاخرى كده حالة بتموت يعني تماما. نيرسيك انترفينشن بتاعنا خلاص كده حمل خلاصة المحاضرة يعني اكسوجين اوكسوجينيشن اندي فينتيليشن او او بي سي بقى او 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 بكسي بقى او 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 باكسجنيشن فينتيليشن طيب اشجع الشخص دان هو استخدام الديسف سبايروميتر والقف وديب بريسنج يعملهم ويقلبوا كل ساعتين حاجات دي كلها عشان مخدرش في قطة الاكسس اعمل لنساكشن اورفاينج وقتراقية عشان ايه ده مهم طيب خدرش في قطة الاكسس جاي سيركيوليشن وبرفيوجن بمونيتور اتوش وبرفيوجن عن طريق يشوف الكالر والتمبريرتشور والبالس والكابيريرفيل والليون الاوتبوت والانتقابٰ حواليور Future mippins اجل تخصاف الليل على الارض الفيوشن عادة كل من ساعة 14 ساعات مونيتور الليلر L evensSc 전부터 laハ Alle Data سيرتفقد الكون حوالي entity quando jee creature m자ume أجل تتعلق بالتعني sur vom pap Loren UnideHE 断 أجل تتعلقص Uhm-Aliivity وontece temperature m ogrln موجودة في ام كافيا إيضdo cal mineral جديد TPark مونيتور لغاية كل من ساعة 4 ساعات موضوع للاكتلات الليفل. ماذا لاكتلات الليفل يعني ايه ماذا فاهم؟ هقول لك احنا مش قلنا ان الحالة تي بتخدش في أسيدوز بسبب الاسكيميا والبليدينج اللي موجودين هقول لك او. طب الأسيدوز ده فيه هيبو بيرفيوجن سوري هيؤدي انا يرضيك ميتابوليس على الاكتلات فلو لقيت لاكتلات لكتلات أسيد عالي في الدم يبقى الحالة دي عندها ايه عندها الحال دي عندها هايبو بورفيوجن. لقيت ده عنده قليل في الدم. يبقى ما فيش هايبو بورفيوجن. فاذا الحال دي كويس. وحال دي كلها عشان نزود الايه الاكسجين ايه ديليفوري. هاسس البيشانت سورس اف لاكتيت ايه اسكيميا للباول. اسكيميا مش عارفت للمكان ده. وبشوف ايه. بشوف ايه شان كمان بيقولك ايه. لو قلا عندي لكيز البروتي و تيبقى الحال دي يبقى مخطف محاضرة الليفر. الليفر هو الليفر يعملل العكسيلة القليلانس. فلو لقيت عندي الليفر قليل ع كده البروتيجي. طيب. بمونتر البيتي وبيتيتي زي ما انتفقنا ستليم بالولونجة في الحالة دي. السي بي سي هي شوفي للانيميا. حال دي. الوبيتي بي اللي هو البيتي بي اللي هو صو também في الحالات الدائعية بيبقى عالي بسبب دائما هيبقى عالي. الفيبروجين ليفر هيبقى قليل. الكلام دي وكريت عمله دي يلي كده منوترينج. عشان تشوف الحالة دي الدنيا ماشى معها ازاي وبينرسبونت للعلاج ازاي. كل ربع ساعات يقول لك يعني هنا يعني بشوف العين ده نزف كمية بتاعتني نزفها قد ايه. لانه هو لو نزف كتير مسلا ده معناه ان كوردينج الفاكتور بيت قليلة جدا عندي في الجسم. طب هعرفها ازاي هنطرين ان انا اوزن الدريسنج اللي فيه بليدينج دوت اعد الباتز اه ميجر الدرينج اللي طالعة اه اشوف الستول واليورين والدرين فيهم اي هيم فيه اي فيهم اي دم. الامز ازاي فيه اي هيم فيه اي بلد. فوعرف ووعرف الكمية بتاعته قد ايه يعني او فيما يقارب قد ايه عشان اعرف التجري او بليدينج. منفستيشن. الابليدينج دي عشان ايه بيركوجين. خلاص. طيب. كمان بيقولك انت هنا الاسس اندفاي اورجن. الانديفيدول اورجن فور ساين ان سيمتون بليدينج زي مسلا كراكل اه ود كريز للساتوريشن بلمونري بليدينج حاجات دي كلها. الديبلوما ديبلوما حاجاتي كلها سهلة يعني دي معناه ان فيه بليدنج عند الشخص دوه دي سنوستمتو ان فيه بليدنج بيقولك انت لو لقيت مثلا باكبين وفلانكبين وابدومين البين والحاجاتي كلها مثلا فيه فيسرال اوريدنج حاجاتي كلها بتعرفك ان فيه بليدنج في جهاز حي التاني خلاص لقيت مثلا ريتنا سرومبوس او هيموريج يعني كلام سهل يعني خلاص بديلو بلوت واجوليشن فاكتور عشان هما عنده قليلين افويت الانفيزيب بروسيدجر والتريدمنت عشان كلها تلاقي زمان كل ما تدينه مثلا حاجة او تدينه حوالة حتى لو عضل بيعمل له ايه بيعمل له كوموزز وحاجة كده كنه هينزل خلاص فافويت اي انفيزيب بروسيدجر او تريدمنت هتكتوره بس اللي هو اللي هو اللي هو عامل على بطول لا فاهم افويت اللي بتمنع او اللي بتحسن السلومبوسيز افويت ليها يا ايه كمان لما عندك مثلا انت في عضلات حاجة او 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 سحبت العينة تتطغط على المكان اللي فيه окSpeed in خلاص الفلود ولكترولايته شخص عمال ينزف فهدينيه طبعا هنأذي الوزن بتاعه ديلي منوتور الانبوت والاوتبوت وريبليز بقى وديود الحاجات دي كلها كلام سهلي يعني بقى دينه فلود منتصر بقى 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 اهم حاجة عند مغنيسيوم والحاجات دي كلها ولازم ايه اعمل لها ايه اعمل لها منوتور وريبليز لها قليلة الموباليتي والسيفتي طبعا مهمة جدا اتبع البليدينج بركوجان اللي موجودة في المستشفى عندي ليه لان شخص ده لو وقع في اي لحظة ممكن شخص ده يعني ينزف بطريقة رهيبة بوكن يموت فيها اغطي بمغدى كده عشان مايبقاش كشارب ادجس يعني ويعور المريد بتاعنا نو شارب اوبشيكت جانب العيان يعني عام انكزه statt انكز اهاتي اسيستنت او لغطية انكزه عمل اغطي اي حاجة في ان اغطي ليسreich انكزه يعني مهم جدا جدا لها اغطي أي ششارب اينا عيم لكموزز أو حاجات زي كده ولو حصل بيت صور ده هيعمل بليدين جاي بقى مشكلة خطيرة جده أقلل المترز وأفويد الشيلنج فورسز ديت أعمل رينجي وفوشن اكسرسايز كلها شفت أستخدم بريدين سكيل تؤسس الريسك فور سكين بريك داون يعني كلها حاجات ايه روتينية يعني خلاص اخر سلايت معانا شباب كونفورت والبين كونترول عايز عامل كونترول للبين أستخدم ايه هستخدم من تو سكيل اللي هو نيوميريكال بين سكيل والسيميلر سكيل خلاص اه دي حتة دي مهمة جدا برضو ان انت هتعمل ايه ان انت هتستخدم وور كومبريس ليه هستخدم وور كومبريس تو برموت فاصو دياليش ان تكريز اسكيميك بين يعني ايه بقى قالك لان انت لما قلت لها كيلو في حالة لما بيحصل انجري ايه اللي بيحصل لها بتفاصيل� ايه اللي بيحصل لها بي حصل هاتفالب فانت بتتديله ولتعامله مش 4 كده من فوق جيم جاهدات مياه دافنة علشان تعالين بتعامل الوواثول وتقلل الووظو دياليش اللي الوواثول دي่عم لي ايه عامل لي يشنميك بين ف вторديله وتعمل لهم مش 4 وميز Ituى دياليش اصلت يع laying لحو許 staat تفسعže فهتقلل احساس الايه الخيميك بين دون خلاص فاهمنا الفكر الماشي كيف ومنطل المحاولة تسبيل المدقس كده المحاضرة دي كده بنسباننا خلصة يبقى إحنا اخدنا ونعم نعم وكلمنا إن هي بتحصل بطريقة 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 الوكل اهو كل حاجة الوكل من فاشا تبع سيستيماتيك خالص في النعم خلاص لكن في ! معناها هي في الجسم كله اهو انا كده في الجسم كله في الجسم ايه في جسم كله. ما يحصل في جسم كله؟ كل بساطة عندي مرض. عندي سيبسيس. عندي بيرن. عندي تروم. عندي أي حاجة. عندي مشاكل في النساة. عندي أي حاجة. لان عملتني عندو سيدي الانجري. فاستحليكت كل بلتلت. فاشنعمل سرومبوس. اشنعمل الجالطة. ولكن هو استحليكت كل ما عملته. كونسام مشان وقلب في جسم كله. فيتفرز عندي. يحصل 5 بلينو لايسز. بتعمل بلتلت. بلص اننا لو حصل انجري فكانت تاني. مش هلاقي بلتلت. فيحصل بلتلت. فإذا الح عالي. والف دي بي ده عالي. داس بسافك للحادث دي. اي سي. شينفابرين الرايسز موجودة. خلاص. بلتلت. هتلاقيهم. وهتلاقي البلتلت. خلاص. كده يا شباب. نكونوا مخلاصين محضرة النهاردة. هتعملنا كده المحضر. كل من نسبة لكم. سأل الله بسيطة. شكرا لكم. شكرا لكم.